بشكل ملفت ومثير للتساؤلات تزايدت حوادث استهداف ارتال عسكرية او مدنية تحمل مواد عسكرية تابعة لقوات التحالف الدولي في الاونة الاخيرة حيث لا يمر اسبوع دون الاعلان عن اكثر من عملية مشابهة وفي مواقع محددة واحيانا يصل الامر الى هجومين خلال يوم واحد وخلال الايام القليلة الماضية سجل العراق قرابة عشر هجمات ضد مصالح امريكية وبريطانية وحتى اممية تارة بصواريخ كاتيوشا وتارة اخرى بعبوات ناسفة المثير في الامر ان هذه الهجمات غالبا ما تخطئ اهدافها فتقتل وتصيب مواطنين عراقيين فبحسب بيانات رسمية الامنية ان الهجمات الماضية اوقعت قتيلا عراقيا كان يعمل سائقا لاحدى الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي بالاضافة الى جرح ثلاثة مواطنين بعمليات مختلفة وبالعودة الى هوية الجهة المنفذة لهذه الهجمات تخفق السلطات الامنية مرة اخرى في ذكر وتحديد الجهة المنفذة لكن اصابع الاتهام تتجه صوبم جميع مسلحة ترفض تواجد القوة الامريكية والبعثات الدبلوماسية في العراق من المؤشرات الغريبة الاخرى التي تخيم على هذه العمليات هو عدم ورود اي تعليق امريكي صوب هذه العمليات باستثناء نفي ورد من خلال احدى وسائل الاعلام الامريكية يتعلق باول حادث من نوعه على صعيد هذه العمليات عندما تم استهداف رتل بين السماوة والديوانية في منطقة النجم تحديدا في الثاني عشر من تموز الماضي على شماعة الدفاع عن الارض يسير المفتعلون لهجمات متعددة ضد المصالح الاجنبية رافضين التواجد الاجنبي تسجل كل عملية خرقا للدولة وعدم احترام قانونها وقتل ارواح بريئة من المدنيين مسلسل بات يؤرق مستقبل الاستقرار امام تصاعد حدة التوتر بين المجميع المسلحة والقوات الاجنبية المتواجدة في العراق اما استخدام حق الرد العسكري والدفاع عن النفس فهما سلحان في يد قوة التحالف الدولي والجانب الامريكي قد تصل الى احتدام موتور ويبقى الخاسر الوحيد هو العراقي الذي يبحث عن مستقر امن على صعيد سياسي وامني واجتماعي اشتركوا في القناة